بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراطه السقيم فانزيل العزيز الرحيم لتنزل حوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى لزخانهم مقمحون وجعلنا من بين أينهم سدى ومن خلفهم سدى فعصيناهم فهم لا يبسلون وطواء عليهم أنزرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من سعى الذكرى وحشر الرحمن بالغير فبشره بمعفرة واجر كريم إنا نحن في مرضى ونكتب ما ختموا وعاثا لهم وكل شيء نحطيناهم في أمم المبين واضرب لهم مثلا أصحاب الخرية إذ جاءها المرسلون إذا رسلنا إليهم مسنين فكذبوهما فعززنا بثالثين فعززنا بثالثين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنفل الرحمن من شيء من أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب نليم قالوا طائركم معكم وأيهم ذكركم بلنتم خون مصرفون وجاء من أقصر مدينة رجل إذا قال قال يا خون استبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم وأجره هم مهتدون وما لي لا أعود التي خطرني وإليه ترعون أتخذ من دونه آله هذين إن يريدني الرحمن بظلم لا تغني عنه شفاعة وشيع ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بردكم فاصمعون في لدخل الجنة قال يا ليتخوه يعلمون بما غفر برده وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على خومه من بعده من جنز من السماء وما كنا منزلين إن كانت الله طيحة الراحدة كيذا هم خائدون يا حسرة على الهبار ما ياته من الرسول إلا كانوا به يسهزئون ألم يروا كما هلكنا حبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميسة أحيئناها وأخرجنا منها الحبل فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عانلك عيدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما كنت لبوا من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار حيداهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عظيث العليم والقمر قدمناه منازل حتى عادف بعرجون الخليم لا الشمس ينبغي لها أن تزلك الخمر ولا الليل ساجح النهار وكل نشيق لكي يطرحون وآية لهم وعنا حبلنا بزرياتهم في الضوء المشهون وخلقنا لهم من نسلين ما يركبون وإن شنورقهم فلا صرق لهم ولا هم قدون إلا رحمة منا ومتاعا لاحين وإذا خللهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم معا لكم ترحمون وما تاتيهم من آية من آيات ردهم إلا كانوا عنا معرضين وإذا خللهم وأنفقوا مما لزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعن من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في الضلال مبين ويقولون متى هذا الوعظ إن كنتم صارقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تنتاقبه وهم يخصمون فلا يستطيعون طوصية ولا إلى أهلهم يريعون ونفقت السور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينفرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرخبنا هذا ما وعد الرحمن وصلح المرسلون إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون قال يوم لا تظلموا نفسهم شيئا ولا تتزعون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنب اليوم في شغل مفاتحون هم وأسواجهم في ظلال على لرائك متقئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاموا خولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألما عهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدونه هذا صلاة مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كفيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون تصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلموا عيدهم وتشهد أذنهم بما كانوا يكفرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستطفوا الصراط فأني يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيع ولا يرجعون ومن نعميره ننكسه في الخلق أهل الآخرون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لتنزل من كان حيا ويهق الخول على الكافرين أولم يروا أننا حلقنا له مما عنيد فيدينا عن عامل فهم لا مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يكون ولهم فيها منافع ومشارب أخلا يشكرون وابتعثون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنب محضرون فلا يخزنك خيرهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أننا حلقناه من نصفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونكي خلقه خارما يحيي العظام وهيرا قل يحييها الذي أنشأها أولا مرة وهو بكل خلق علم الذي جعل لكم من الشجال الأخضر نالا فإذا أنتم منه ترخدون أوليس الذي خلح السماوات والأرض بخاتب على أن يخلق مثلهم بلاء هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن سيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اشتركوا في القناة